مرحبا يا جماعي اعطيكم العافية او الاشي ما بعرف زي النايك ما كانوا هيك صح ولا لا المهم ان يكون الصوت ضابط اعطيكم العافية انا كمال اليوم رح احكي على بعض عطور التين الموجودة عندي هو الفكرة اني احكي عن نوتة التين بالعطور بس بالمرة رح احكي على عشرة من افضل عطور اللي فيها نوت التين ملحوظة يعني فيه كمان عطور تانية بس نوت التين كتير جاي يعني بالباكراون نش كتير واضحة سمحوا لي اذكركم تعملوا لي سبسكرايب اذا بعدكم اعملتوا لي سبسكرايب تشوفوا الانستجرام تعملوا لي فالو اذا اعجبكم التين خليني ابلش بالعطور اللي عندي وقسمت عطور التين لمجموعتين ثلاث مجموعات على حسب تركيز التين فيهم اول شي من شبتي جريحة التين من ثلاث شغلات رئيسية ثمرة التين نفسها بالدرجة الاولى يمكن هي اكتر اشي بيعطي نوتة التين الفروتي من فيه عند retailers ور Quite ورق التين ورق التين يحbeyحه نوت التين وودي نوت التين خشبية نوت التين خشبية ويرد يحبه نوت حليب مثل ريحة حليب اذا اذا من فتشعر اظهر شجر التين اذا تقطف حبة التين او بلدت وورقة التين ستكلمون منها مثل حليب هذا هو ريحة ومكتهزة هذا هو فتشعر لا أعلم كيف هيا اول الشجر فلسكوس هذا البيتك هذه العلبة صغيرة تبع السفريات ولكن شكله بيجي مختلفة لفرجيكوية طبعا بحب استخدم هذا العطر وبحب ريحته تحديدا لانها تذكرني بريحة شجر التين اللي كنا نلاعب حواليه وإحنا صغر كان قدام بي جدي في كتير شجر تين فكنا نقضيها نتشعبط ونقطف ونقبع فريحة التين معششة بذكرتي وريحة الفلوسيكس تحديدا بتذكرني بكل تفاصيل شجر التين يعني هم فعليا شجر التين جو وأنينة هيك فريحة الفلوسيكس تحديدا ما بدي اشرح اكتر من هيك عن العطر لانه هو هاي بيسيكلي ريحته ريحته كتير لطيفة فروتي خشبية مميزة فخمة راقية مريحة نفسية كتير سعره شوي فوق الأبرج اتوقع بيوصل الـ 150 دولار الـ 170 ممكن اكتر 170 دولار على حسب انتوين العطر الثاني انا مش جايبه كعطر جايبه كدفيوزر هو مبدئيا العطر هو اكوا دي بارما الفيغو دي عمال فيه طبعا معروف هذا العطر من اشهر عطور التين من اشهر العطور الصيفية حتى بالعالم ريحته حمضيات مع ريحة التين واضحة ريحة التين خشبية نظيفة قريبة من فلوسيكس مع ريحة شوي هيك مع نظافة اكتر وخلينا نحكي فريشنس اعلى شوي طبعا ليه انا جايب منه اشهر العطر العطر ثباته ساعتين ثلاث ساعات بس ريحته كثير حلوه ما بدي اضل ارشه منه كل ساعتين ثلاث فحاطته بمكان صغير عندي بالبيت مرات يعني حاطها بغرفة النوم مرات بحطها جوه خزانتي مرات بحطها بطولات بيعطي هاي الريحة فبتضل الريحة موجودة كلما افوت على هذا المكان اللي انحاط فيه الديفيوزر ما بدي اضل ارش العطر كل ساعتين ثلاث بنفس الوقت حاب ريحته بنفس الوقت ما بدي اضل ارش منه مراتانية فجبت الديفيوزر يعني حل عملي خلينا نقول للعطور اللي بحب ريحتها بس ثباتها كثير ضيف بس هو من العطور اللي فعليا جمال ريحته بيغني او بيشفع لضعف اداؤه سعره كمان شوي عالي لك كعطر كديفيوزر لك سعره كان رخيص ماسي بقدي اخذها بس اخذها بسعر مني العطر تقريبا سعره 150-160 دولار العطر اللي بعده قريب كمان منهم وهو كاي من دولتينجبانا ريحة هي ممكن شوي رجلية اكتر اللي قبلهم الاثنين كانوا يونيسيكس هاي ممكن رجلية اكتر هي ريحة تين مع ريحة نظافة وريحة خشبية وشوي شوي فيها اللذعة سبايسي اداء العطر مش سيئ على فكرة انا اول مرة استخدامته حسيته كتير تعبان ولكن مع الاستخدام بلبس تي شيرت مثلا برش منها فيغو نوبل فيغ عفوا برجع لها تاني يوم بدي ألبسها تكون ريحة معشقة مش انه فايحة ولكن معشقة بطريقة كتير حلوة فكتير ممتاز بالنسبة لسعر العطر انا شايف اداءه ممتاز جدا فوحانه حلو باول ما ترش بحب استخدامه للجيم كمان اما اكون رايحة الجيم يعطي ريحة نظافة وانتعاش ومناسبة لكل الاستخدامات لكل المناسبات توقع انه ريحته رجولية اكتر بس الممكن اعتبرها يونيست العطر الصيفي جميل متعدد الاستخدامات لكل اوقات لكل المناسبات لكل اشي تحديدا بين فع ريحة نظافة مع ريحة فروتي اللي هي ريحة التين واضحة جدا فيه وفخمة وحلو كتير العطر مش ممل ابدا مش مكرر كتير ريحته بالنسبة للعطور اللي بلو بحسها من اجمل الروايح الموجودة حاليا اللي هو اليدو بارفا مش اليدو تولات اليدو تولات ريحته مختلفة كتير عنه بغض النظر عن رأي فيها اني كن ما حبتها اليدو بي رأي فيه مختلف تمام اعنى بعشق هاد العطر وبستخدمه كتير كمان واللي بده بديل ارخص من الكي اي دي بي يعني طبعا الكي اي دي بي قريب من الاكوا دي بار ما فيكو تعمال فيه بس اللي بده عطر كمان نفس الريحة وارخص ارخص بكتير يعني معروف سعر كي اي دي بي تقريبا سعره مئة وعشرين دولار عندي نيرولي فراري نوبل فيج انا قلت نيرولي لانه معروف برايت نيرولي تبع فراري بس نوبل فيج مش كتير معروف نوبل فيج ريحته اخذتها بلايند باي انا بصراحة انا بحب اي شي في يوتين طبعا سعرها كتير ممتاز يعني ما بتجاوز تلاتين دولار ممكن اقل من تلاتين دولار كمان ريحة هاتين مع ريحة خشبية كتير قريبة من كي اي دي بي ريحة تين مع ريحة نظافة مع ريحة شورجل قريبة من كي اي دي بي قريبة من اكوا دي بارما فيجو دي عمال فيه كمان اداء العطر مش سيئ على فكرة انا اول مرة استخدمته حسيته كتير تعبان ولكن مع الاستخدام بلبس تي شيرت مثلا برش منها فيجو نوبل فيج عفوا برجع لها تاني يوم بدي ألبسها تكون ريحة معشقة يعني مش انه فايحة ولكن معشقة بطريقة كتير حلوة فكتير ممتاز يعني بالنسبة لسعر العطر انا شايف اداءه ممتاز جدا فوحانه حلو باول اول ما تروشوا بحب استخدامه للجيم كمان اما اكون رايحة للجيم يعطي ريحة نظافة وانتعاش العطر اللي بعض من المجموعة الـمجموعة المجموعة 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 ميزون لانكم الموجود فيجوز والمجموعة الثاني حكيت عنه قبل هاته هاته العطر بواحد من الفيديوهات ريحته عبارة عن التين مع الياسمين ريحة التين موجودة حلوة كتير مع ريحة شاورجل ريحة صابونية نطيفة ونظيفة كتير مع ريحة ياسمين منعشة مخلية هذا العطر يميل اكتر انه يكون نسائي من انه يكون رجالي مثل اغلب العطور الموجودة هون بيميل اكتر انه يكون نسائي اداءه كتير منيح كتير عجبني عليها على الاقل بالنسبة للعطر خفيف يعني ما عم بحكي اداءه بكسر الدنيا ولكن يعني فوق الست ساعات بالنسبة للعطر لطيفة فرش اشي كتير ممتاز فوحانه كمان حلو لأول فترة بيكون فايحة كتير منيحة سعره يعتبر غالي شوي بحدود ال180 تقريبا بلس مينس مش بتاكد بالضبط العطر اللي بعده من براندنا كتير بحيبها بصراحة يعني بتبدع بالعطور المريحة للنفسية ماسك امبيريول من اتليا كلان وهذا العطر كمان من عطور اللي فيها ريحة التين كتير واضحة حلوة ولكن هم بلسنا لبعد شوي على ريحة التيني للشاورجل هذا العطر بعتبره اقرب عطر يونيسكس ريحته كتير قليب من كريدافنتس ريحة الارثي مع الودي مع السيتريسي مع اللي فيها المكهة الفروتي ولكن هاي فيها ريحة كريمية مثل طابع الزبد ريحة العطر مسكية كريمية بطري زبدية الى حد ما مع ريحة الفروتنس ريحة كتير فخمة وحكيتها هاي بفيديو بديل السبع بدائل العطر كريد افنتس اللي بدها عطر كريد افنتس ينفع نسائي ماسك امبيريال من اطلية كالون طبعا معروف انه ثبات اطلية كالون تعبان شوي او متوسط لضعيف متوسط لجيد على حسب اي واحد فيهم هذا ثباته جيد ما بدأ اقول ضعيف ولكن فوحانه سكنسنت بضل على الجلد ما بيفوح كتير فيه ناس بتحب هاي الشابة ذوي انه مش شي شي سيئ بالعطر فيه ناس بتحب انه ما يكون العطر كتير فايح وفيه ناس بيعتبروها انتهاك للحصوصيات الناس التانيين اللي حواليهم اصلا يكون العطر فايحة كتير طيب نيجي للعطر اللي بعده اللي هو بالغيري او دروج طبعا اجايب نتفه من هاد العطر عجبني بس ما بدأ اضل اجيب كل عطر يعجبني فالعطر اللي بلاء منه مني بحاول اني اكتفي انه كان كتير عجبني بجيب منه الحجم الكبير فهذا العطر ريحته يعني هيك شوي بلاشنا نبعت عن نوت التين الواضحة بالعطور ريحته شاي مع تين ريحته شاي كتير واضحة فيه شاي بارد شوي لطيف هو وبامبو هارموني الاثنين ريحتهم كتير حلوة قريبة الى حد ما من بعض او دروج ريحته فرش اكتر ريحت شاي مع ريحت تين بامبو هارموني ريحتها فيها نوت كريمية شوي من البامبو من خشب البامبو بيعطي نوت كريمية مرات بحسها بتميل على طابع الاكواتيك المائي ولكن خلينا هلا نكتفي بنا نقول انها نوت كريمية بامبو هارموني من كلين طبعا كلين معروف عطوره كتير مميز وكتير حلوة ريحت التين فيه اخف شوي جاي بالباك ريحت الشاي مع الحمضيات طلع فيه اوضح فهو مثل ريحت الايستي راح تسمعوني عم بحكي عن بولغر اوذروج بامبو هارموني مرة ثانية بفيديو افضل عطور الشاي اللي موجودة عندي فرح كون فيه شوي تكرار فيهم طبعا انا ما حكيت كتير عن اوذروج ما استخدمته كتير فما بقدر احكم على ثباته وعلى فوحانه وكمان ما عندي خلفية كتير عن سعره بينما بامبو هارموني لهو سعره بحدود الـ 350 300 دولار سعره غالي شوي بس معروف ان عطور كليان عطور نيش لكوالي تتبعها جدا عالية نقاوة العطور جدا عالية جمالية العطور لا تقارن من افضل الناس اللي بيعملوا عطور خاصة لغورمند هو كليان وعطوره كل الاتها رفلابل يعني كل الاناني هاي رفلابل بقدر اني ارجع اجيب طيب الشكل له هاي مش رفلابل ليسه طبعا كتير سمعت امتقاد امتقاد على هذا العطور من ناحية اداؤه انه ثباته كتير ضعيف ولكن انا بشوف ثباته ممتاز بالنسبة لنعمته وخفيته اقعد معي حوالي 6 ساعات يعني انا برشه الصبح وانا طالع على الشغل تريبا الساعة 8 الصبح الساعة 12 وواحدة كنت بدي اجدده حسنت انه ما في داعي الاستاتني قادر اشم البامبو هارني فما بدي اركبهم لتنفع بعض لانه مش كتير رح يندمجوا بطريقة حلوة المهم انه كان موجود وكان بعده اداؤه شغال فهذا اشي كويس بس هو فعليا سعره شوي عالي فجربوه قبل تشتروه انا خلصت من عطور التين الفرش اللي بتنفع انها تكون صفية العطور رح احكي عنهم هلا هم عطور رسمية اكتر يعني عطور شتوية عفوا اكتر رسمية شتوية عطور اتقل اول عطور هو كورلوف السيلفر وود العطور ريحته هيل و تين ريحة الهيل جدا واضحة فيه جدا سبايسي قريبة من ريحة الفلفل الاسود صارت ريحة سبايسي وودي عطور في حتوى تطول ريحة الدين اللي فيه تحسها ريحة دين مجفف ريحة دين ناشف مافيها ريحة اللي اللي كنا نشوفها قبل شوية باستطاع بذكرني شوي بس بايس بومب بذكرني كتير بس بايس بومب بس بايس بومب فيه نوت سويتية نوت سويت متل بس سيروب القهوة هاي لأ كتير ناشف كثير حاد كثير جاف العطر كثير خشن كثير سبايسي ولكن يذكرني بسبايس بومب والعطر كثير لطيف سعر كثير مناسب يعني 50 ملي بتذكرني اخدها ب 20 دولار فكثير بيستهل التجربة 20 او 25 فجربوا اعطوني رأيكم فيه استخدموه بالشتاء اداءه متوسط مش كثير واو ولكن ريحته جدا الفخمة العطر العاشر بالصلاحة كان عندي عدة عطور ممكن اخطهم بهذا المكان عطور شتوية عطور تقيلة عطور عود مع نوت التين كان عندي على سبيل المثال جرلان باتشيلي اردنت بس العلبي مش موجود عندي فبديت عطور ثاني بذكرني باتشيلي اردنت بذكرني بكثير عطور ريحته عبارة عن عود مع سويد لاذر مع تين مع كتير مكونات حلوة وفخمة من براند امراتية حكيت عنها في فيديو اللي حال فيه بتشوفو اسمها ميم بلندز العطر رأم 11 ريحته من العود مع تين ريحة لاذر فروتي جدا حلوة مميزة ورسمية وصباتها ممتاز جدا وتركيزها كتير عالي العطر فيه كمية كشخة وفخامة مش طبيعية فيه ريحة العود الدهن العود المحروق شوي انا مش كتير بعرف بالعود بس فيه هاي ريحة التقالة خلينا نقول بعطور العود مع ريحة التين اللي مغطيته النوت اللي فروتي بتحبوا عطور التين اقولولي بالكومنت ازا بتحبوهم شو افضل عطر تين اللي استخدمتوه واذا فيه نوت معين احبين نعمل عنها فيديو كمان اعطوني اياها بالكومنت ما تنسوا السابسكرايب وتشوفوا الانستجرام شكرا كتير لك ويعطيكم الفعافية باي باي أحبات التذير اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة